السلام عليكم ورحمة الله اليوم رح أشوفكم شو رح أسوي الكلاس للكورس الثاني طبعاً كل تدريسة رح يسوي الكلاسات اللي مطلوبة منه للكورس الثاني ليش؟ لأنه الكورس الأول صار لود على إيميال التعليم الإلكتروني وهذا الشي يعني إذا يسبب بطء بالعمل وبتحميل الكلاسات فصارت ضرورة أنه كل تدريسة يتعلم هو يسوي الكلاس الخاص بي لسه رح أشوفكم شو رح نسوي الكلاس نضغط على الزائد create class رح تظهر عندي هذه الصفحة هنا رح يكون اسم المادة العلمية للكورس الثاني طبعاً لازم نكتب هنا كورس ثاني حتى نميز هنا نكتب الصف صباحي أو مسائي عملي أو نظري واسم الأستاذ بهاي الحالة كملت معلومات الكلاس رح أسوي له create رح يبدأ يسوي create the classroom طبعاً هسا أنهى عمل الصف الإلكتروني أو إنشاء الصف الإلكتروني شنور اللي رح نشوفه؟ أول شغلة أنتبه عليها الكفر الكفر لازم يحمل رمز الفرع شنور رح أغير الكفر؟ من ناسيليكت ثيم أول واحد البرتقالي هو لفرع الشبكات هذا لفرع النظم أمنية وبرامجيات وهذا آخر شي للذكاء والوسائط هذا اللون أصفر هاي الثيمز تساعدنا بالإحصائيات وبإضافة الطلاب طبعاً هنا ظهرت تفاصيل المادة والصف والتدريسي إلى آخره هذا الرقم هو code لكلاس code لكلاس ممكن أنطيه للطلاب حتى يسوون join للكلاس أو أنا أضيفهم من أنا من البيبول من البيبول شلون رح أضيف الطلاب؟ أجي على هذا الزائد رح يظهر عندي هذا الانترفيس شو رح أسوي؟ يا أكو طريقتين يا أما أني عندي الكلاس student's email سوي لها alt سوي لها copy أضغط space أو أضغط هنا رأسا رح تنزل عندي الإيميالات وأضيفهم أو أكو طريقة ثانية في حالة أنا ما أخذ هذول الطلاب سابقاً اللي هما طابع شبكات صباحي أنا ما أخذتهم بالكورس الأول إذا عندي إيميالاتهم بالكورس الأول مجرد أحددهم action أخذ الإيميال مالتهم رح يبدأ يحمل طبعاً للسرعة ها هي إيميالات الطلاب حتظهر عندي بهذا الشكل أوقف على أي واحد وأدوس ctrl-a ctrl-c فس أخذت copy للإيميالات أرجع للكلاس اللي سويته جديد هذا الكلاس أسوي alt-ctrl-v وأضيفهم هاي طريقتين لإضافة الطلاب طبعاً إيميالات الطلاب كلها عندي أنا ممكن أزودكم بها أو أنا أضيفهم شلون أضيفهم هسا رح نجي نحجي بها الموضوع إذا طلعت لكم هذه في وحدة من الإضافات هاي معناها شنو؟ معناها أني عندي أورادي طلاب قابلين الدعوة سابقاً فما أقدر أضيفهم مرتلخ في خلال دقائق أو ثواني قبل كم طالب الدعوة رأساً هسا رح نجي نشوف اللي رح يقبل الدعوة رح يكون متفعل اللي ما يقبل الدعوة رح يظهر بهذا الشكل عندي هذا الطالب أصلاً يعني ما موجود بالكلاسروم هذا الطالب لا موجود نجي على شغلة كلش مهمة من أريد أسوي صف جديد أنا كتدريسي هسا هو الصف باسمي أضغط نانا شنو اللي رح أسوي رح أخذ إيميل القسم الخاص بالتعليم الإلكتروني copy paste بهذا الشكل ضفت إيميل التعليم الإلكتروني وانتظر يقبل الدعوة هال الخطوة كلش مهمة لأن هذه رح تفيدنا بالإحصائيات وبالمتابعة مع الكلاسروم فضروري تسووها ليش لازم تسوون كلاسروم هسا حالياً لأنه صار لود على الإيميل مع التعليم الإلكتروني من الكورس الأول بدي يصير كلش بطيء وصعب بواحد يعني يتعامل وياه هاي نقطة النقطة الثانية التدريسي من رح يسوي كلاسروم؟ رح يبقى الصف عنده حتى السنة القادمة يقدر يستخدمه ويستفاد منه وهس رح أشوفكم شلون وكلش بسيطة الطريقة يعني أنا بالنسبة لي كتدريسية ما أريد صفي ضيع ما أريد كل سنة أعيد المواد وأحمل وأسوي لا مجرد أحدث بس ما أريد أعيد الشغل نفسه مرتف ثاني هاي إلى هنا خلصنا سوينا إنشاء للصفوف قبل لا أطلع أشوفكم شلون أحتفظ بالصف الخاص بي رح أشوفكم في الشغلة كلش مهمة اللي هي الكلاسورغ شنو الكلاسورغ؟ منظم تعليمات وتوجيهات الوزارة التدريسي من ينزل المحاضرة لازم تنزل بصورة مرتبة واعتقد أكثركم يعني بديتوا تعملون بهذا الموضوع هنا أنا رح تظهر عندي هاي الواجهة طبعا قبل لا أسوي أي شي أنا لازم أرتب الكلاس مالي على الشي اللي أنا رح أنزله بالكلاس يعني شنو اللي أحتاج مثلا رح أحتاج في التوبك مثلا مقدمة عن الكلاس مثلا يعني هذا اختياري يعني ممكن أسوي الاحتياجات إنترو دكشن أي شي يعني أقدر أستعمله وأسوي أي أي توبك يعني أريد مثلا أنا خليت لهم مقدمة عن الكلاس هاي هي شي يعني كمثال هس رح أشوفكم واحد جاهز أسوي توبك ثاني مثلا المحاضرات وأسوي التوبك على اللي أنا رح أنزله مثلا هنانا رح أسوي محاضراتي أخلي كل محاضرات البي دي اف هنانا مثلا أسوي في التوبك خاص لل بريزنتيشن أو الباور بوينت وأخلي بتوبك ثاني سمي بريزنتيشن مثلا أسوي واحد الكوز واحد الهومورك إلى آخره من الترتيبات اللي أحتاجها واحد للفيديو أيضا كلش ضروري طبعا ممكن أني أحرك أحرك أبدل المكان المحاضرات جوه هذا يسعد فوق عادي على راحتكم هذا الترتيب متروك للتدريسي وسأشوفكم مثال هاي أهم النقاط اللي تخص الكلاس والتدريسي طبعا هنانا مثل ما تعرفون حضراتكم ممكن أكتب أي شي أوكي أي شي ممكن أكتب أوكي أنزل المحاضرة طبعا المحاضرة يا إما أنزلها من الجوجل درايف أو اللينك أو الفايل أو يوتيوب هذي بالتفاصيل رح أشرح لكم إياه إن شاء الله المحاضرات القادمة لكن أهم شغلة أريدكم بس تأخذون فكرة عنها إنه أنا لازم أتعلم أستعمل الجوجل درايف واليوتيوب ليش من المشاكل اللي رصدناها بالكورس الأول صعوبة تحميل المحاضرات من قبل الطالب هاي كلش مشكلة يعني عويصة وتعرفون أكو هواية طلاب حالتهم المادية كلش صعبة وبالقوة يعني ديتعونون بيناتهم حتى يشتركون على الرصيد ويحملون محاضرات من رح يروح يحمل محاضرة الإنترنت ما رح يكفيل لأنه هو فد حزمة محدودة ينطو على الرصيد لهذا شوية تكون صعبة فمن للسهولة ما لل يعني للسهولة التعامل ويالمحاضرات أخليها بالجوجل درايف حتى رأساً أسوي لها شير أو مثلاً أني عندي موقع على الإنترنت بنزل بي المحاضرات وأنزل اللينك مالي أو مثلاً أني عندي قناة على اليوتيوب أنزل اللينك مالي القناة مالتي وطبعاً كلش ضروري تتخلى المحاضرة على اليوتيوب ليش؟ لأنه كلش أسهل بالفتح هاي طلاب دي يعانون من الوصول إلى المحاضرات الفيديوية وفتحها وهذا الشي دي يسبب مشكلة الشغلة الثانية أنه أني إذا عندي مثلاً رابع شبكات صباحي ومسائي وأريد أدزل للاثنين بنفس الوقت ممكن أني أختار الصفين وأرسل لهم ممكن أني أختار عدد محدد من التلاميذ في حال كون عندي تلاميذ طبعاً بالكلاس وأعمل بوست أوكي؟ هاي هي أهم النقاط اللي لازم واحد ينتبه لها بنسبة لإنشاء الكلاسروم بقد شغلة مهمة أنا برحيتش يعني دخلت سويت تجربة سويت هذا الكلاس اللي هو Logic Design أوكي؟ يعني أي تسمية عشوائية بس دا أجرب رتبت بي بعض الشغلات مثلاً نزلت بي أساسيات المادة شغل ينصبون البرنامج شغل الأساسيات الضرورية اللي يحتاجوها حتى يتعاملون ويا المادة شلون يستعملون الصف الألكتروني طبعاً هذا الفيديو كلش حلو ولطيف وإذا تحبون رح أخلي لكم اللينك مالتي بالملف من أنزلكم يا إن شاء الله سويت فيديو بسيط شرحت لهم عن الكلاس روم بصورة عامة وشون يستعملوا كونهم صف أول ما عندهم خبرة باستعمال الكلاس روم قسمت بعض التوبيكس خليت لهم البرنامج محاضرات إلى آخر هذا الشغل كله لصف واحد أو فرع واحد طبعاً أنا أخذ فرعين وهذا الشي يعني رح يكون كلش لود علي أنني أسوي نفس الشغل مرتين فش سويت سويت copy للكلاس هذا هذا هو copy للكلاس الآن شوفكم شون أسوي copy شوفوا شون اللي صار من سويت copy للكلاس شون اللي رح يصير شوفوا الكلاس وورك نفسه رح ينزل يعني بدل ما أسوي الشغل مرتين سوي مرة واحدة أرتب مرة واحدة ونفسه copy رح يصير عندي copy للكلاس وراح أسوي copy من هنا بس أسوي copy شون اللي أريد أغير هنا مثلاً أنا أكتب مثلاً فرع ثاني يبقى نفس الاسم مثلاً فرع بس أغير اسم الفرع أوكي copy هذا كأكزامبل هاي الطريقة كلش مهمة ليش أنا من عندي كلاسات وراح أسوي لها copy شو رح يصير عندي أوكي شوفوا هذا الصف هذا الصف طبعاً هذا الصف ليش شو صار عندي بمشكلة لأنه أنا أصلاً عندي صف مثله يعني أنا أصلاً عندي نفس التسمية فشوية صارت إشكال نانا لازم يعني أنتبه كان على هذا الشي المهم من أسوي copy لهذا هو تناء نفس هذا أوكي نفس هذا أساً أنا مثلاً جيت عندي هاي المادة أريد أحتفظ بيها ما أريد أرشفها ما أريد الإيميل القسم يأرشف ليها وتروح كل الأوليات أيضاً ممكن أنا أسوي عليها copy و ممكن أسوي copy أوكي تنزل المادة الشي الحلو بالcopy هو شنو نفس الترتيب رح يبقى ينزل مثل ما هو لكن الطلاب مخفرين بدون طلاب والطلاب أنا ممكن أيضاً يعني أحذفهم بكل بساطة بس أسوي select للأسماء أحذف الطالب هذا أوكي copy ثالث برمجيات شوف أنا كمم سوي بي classwork طلاب ماكو ماكو طلاب هذا الشي خلاني أسوي copy على الكلاس القديم وبدون طلاب تصفره الطلاب الطلاب اللي هس آني ضفتهم رح أرجع مثلاً أريد أمثحهم أريد أصفر الكلاس بدون copy مجرد أسوي select أسوي remove just remove هما رح يروحون أوكي سهل موضوع أتمنى تكون المحاضرة يعني وافية وفهمت علي إن شاء الله المحاضرة الثانية إن شاء الله رح حاول أسوي لكم ياها بأسرع وقت على كيفية أداء أو كيفية عمل الامتحانات الرصينة إحنا من نسوي لهم كوز أو امتحان لازم نضمن عدم غشه طبعاً هي خطوات جداً بسيطة يوفرها جوجل كلاسروم بحيش تسوون امتحان آمن ثقة وممكن تعتمدوا لكن بس أحب أن أوهلكم على شغلة من خلال حبوري للورش الوزارية ذكره شغلتي إن كلش مهمة إنه إحنا ما نعتمد الصفة الإلكتروني بالتقييم يعني ما نعتمد على الامتحان لأنه هذا الشي يعني ما رح يكون معترف به بالوزارة وما يريدون يضغطون على الطلاب الشغلة الثانية اللي قالوها الحضور يعني ما أكدوا على أخذ الحضور رادوا أهم شي التفاعل لكن إحنا شلون نضمن حقنا وحق الطالب شون أنا أضمن هذا الطالب جا لهذا سوينا فقرة الحضور بالجوجل فورمز يعني أكو توجيهات لكن أكو اجتهادات فإحنا دائما نحاول أنه نوصل الصورة الأفضل بين التدريسي والطالب ونوصل المادة بصورة جيدة ونخلي الحواجز تتكسر بيننا وبين الطلاب حتى ينجذبون للتعليم الإلكتروني لأنه هذا الشيء فرض علينا بهاي الفترة فأتمنى يعني أتمنى تكون المحاضرة فادتكم وأتمنى إذا عدكم أي سؤال أي استفسار أنا حاضرة أكون وياكم إن شاء الله وأي أحد يواجه أي مشكلة بالإنشاء ما للصفوف يعني يعني إن شاء الله أسوي ما عندي أي مشكلة لكن فهمتكم السبب الأصلي هو اللود على الإيميل صار كل الش كبير وهذا الشي ديسبب مشاكل فأفضل أنه كل تدريسي هو يسوي الكلاس مالتي ويضيف إيميل تعليم الإلكتروني شكرا لكم